في هذه الحلقة سوف أتكلم عن الاحتزاز للكتل أو الأشياء الدوارة وخصوصا ذات الأوزان المختلفة ومن خلال ذلك أحاول أو أن أستوضح هل إن الأرض فعلا تدور أو لا وهذه القضية مثل ما تعرفون علوم فيزيائية الكل يلاحظها ويحسها القضية الثانية ماذا تعني كلمة الميد في القرآن في العيات القرآنية وتداخلها مع الجبال الرواسي وأرجو متابعة الحلقة وخصوصا الجزء الثاني وتوضيح المفاهيم الجديدة لمعانيها الآيات وكيفية وجود الأرض على الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أحب أن أذكركم حول النظرية الإلحادية الانفجار العظيم بيك بانج ونشوء الكون وقلت لكم بأن هذه النظرية هي جاءت لتجديد نظرة الناس إلى الكون لأنهم كانوا يعتقدون بأن الكون أزلي لا بداية له وسرمدي لا نهاية له وهذا الاعتقاد بطبيعة الحال هو اعتقاد الحادي تماما ومخالف لكل الأديان السماوية وخصوصا الدين الإسلامي والآيات الصريحة والتي تعدادها أكثر من ثلاثين آية حول خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وليحب يرجع إلى الحلقة الأولى من حلقات كذبة نظرية الانفجار العظيم لكن أذكركم أول من بدأ بدراسة المجرات وتباعدها عن بعضها هو العالم الفلكي هابل وأوجد ثابت هابل ومن خلال هذا الثابت تم حساب عمر الكون الحالي وهو تقريبا مليارين سنة وهذه تعتبر صدمة شديدة وغير متوقعة لكل العلماء والدارسين والباحثين في موضوع الكون لماذا؟ لأنهم من خلال نظرية عالم الذربور وحساب عمر النصف للمواد يكون عمر الأرض أربعة مليارات ونصف فكيف تكون الأرض أقدم من الكون؟ وهذه هي حساباتهم وبالتالي تكون الأرض مخلوقة قبل السماء إذا افترضنا بأن الفضاء ومكوناته حسب نظريتهم هي السماء وبهذه النتيجة تبطل كل اعتقاداتهم الماضية الوثنية أو الفلسفية المادية أو حساباتهم الحالية ومعتقداتهم التي اعتمدوها بحساباتهم وأنا شرحت في الحلقة الثانية من حلقات كذبة نظرية الانفجار العظيم الآية العظيمة ثلاثين من سورة الأنبياء آية الفتق والرتق وكيفية خلق الأرض من الماء وبعدها خلق الله سبحانه وتعالى السماء ولكنهم تداركوا الأمر وقالوا بأن ثابت هابل غير دقيق وبعد التي ولوا تية وبعد أن غيروا ثابت هابل أكثر من مرة توصلوا أو اتفقوا على أن عمر الكون أكثر من ثلاث عشر مليار سنة وبعد ذلك لاحظوا بأن ثابت هابل لا يتفق بل يتناقض مع النظرية النسبية لانشتاين وهكذا هي فرضياتهم ونظرياتهم على العموم لا أريد أن أطير عليكم فإن كل العلوم التي بين أيديكم حول الكون ونشوئه عبارة عن فرضيات لا غير وحتى لو افترضنا جدلا بأن نظرية الانفجار العظيم هي أحسن النظريات لكن وحسب اعتراف العالم ستيفن واينبيرغ وهو أشهر عالم يقول في محاضراته بأن العلماء لحد الآن لا يعرفون كيف تكونت المجرات عموما أن آخر النظريات للتكون الأرض والنظام الشمسي المزعوم يقولون تشكلت المجموعة الشمسية من انهيار سحابة من الغبار والغاز بسبب وزنها ولاحظوا الاستخفاف حيث يقولون بسبب وزنها وهذا مصطلح غير مفهوم ماذا تعني وزنها ونحن نعرف بأن الوزن حسب قولهم بالنسبة إلى الجاذبية بين الجسمين يعني إن وزني على الأرض يختلف عن وزني على القمر أليس هذا هو قولهم وعلومهم؟ الآن السؤال وزن هذه السحابة التي انهارت لأن وزنها كبير وكيف حسبتم وزنها؟ يعني اللي على أي جاذبية فهذا كلام غير مفهوم وليس علمي على الإطلاق وحسب علومهم على العموم خلونا نروح إلى الأرض يقولون أن كتلة الأرض كذا كيلوغرام ويعطونك رقم عجيب غريب يقولون هذه هي كتلة الأرض لكن كيف بأي معادلة تم الحساب لها؟ قالوا من قانون الجذب العام الذي وضعه نيوتن وكما معروض أمامكم واللي يحب أيضا يرجع إلى حلقة الجاذبية وهم كبير وشرحت فيها كيف أوجد نيوتن قانونه وكيف جاء به عن فرضية خيالية أوجد لها معادلة حسابية أرجو مشاهدتها طيب وبما أنك استطعت أن تحسب الكتلة ولديك الحجم إذن من خلال معادلة الكثافة تساوي الكتلة مقسومة على الحجم تستطيع أن تحسب الكثافة ومن خلال هذه الحسابات قالوا بأن كثافة الأرض تساوي خمسة ونص غرام على سنتمتر مكعب ومن خلال المعادلات نفسها نستطيع أن نجد كثافة القمر وتساوي تقريبا ثلاثة وثلاثة بالعشر غرام على سنتمتر المكعب وهنا أيضا مشكلة أخرى تواجههم وهي سقوط النظرية التي تقول بأن القمر جاء من انشطار الأرض في بداية تكوين الأرض لأنه كثافة القمر ليست مثل كثافة الأرض ولذلك وضعوا تصور جديد وهو أن القمر جاء نتيجة استدام أحد الأجرام بالأرض ووضعوا اسما لهذا الجرم وهو ثيا وأن القمر تكون من ناتج تصاعد المواد نتيجة هذا الانفجار والجاذبية استطاعت أن تحل الموضوع ووضعت القمر بهذا المكان وأعطته هذا الزخم الدوراني ثم لاحظوا بأن المواد موجودة بالقمر ليست مثل المواد الموجودة في الأرض أو كوكب المريخ وهذا كله حسب أقوالهم وتحليلاتهم للمواد فقالوا أن هذا الجرم ثيا جاء من مكان مجهول لأن المواد الموجودة في الكواكب مثل المريخ لا تشابه المواد الموجودة في القمر وهذا ليس قولي هذا قولهم لذلك ثيا جاء من خارج المجموعة الشمسية أتلاحظون كيفية الحلول وإعطاء الإجابات للأسئلة التي يقعون بها من تخيلاتهم فإنهم يجيبونك بنفس الخيال ويضعون له أدلة نرجع إلى كثافة الأرض حيث نحن نرى بأن المواد المكونة للأرض كثافاتها مختلفة ولا تشبه هذا الرقم خمسة ونصف غرام على السنتيمتر مكعب لأن الماء كثافته واحد غرام على السنتيمتر والصخور تقريبا ثلاث غرام على السنتيمتر مكعب وبنفس الخيال أجابوا إذن باطن الأرض يتكون من المعادن المنصهرة مثل الحديد وغيره وأن الكثافات تتزايد حسب طبقات الأرض هكذا هم قالوا حسب تصوراتهم وخصوصا للب الداخلي وتكون كثافته تقريبا ثلاث عشر غرام على السنتيمتر مكعب واللب الخارجي تقريبا إثنى عشر كيف تم قياسها؟ مو مهم المهم هذا هو الجواب حسب المعادلات والفرضيات والتحليل التربة والنيازك إلى آخره إذن هاي الشغلة هم خلصنا منها هذا هو العلم الذي يجب أن نركع ونسجد له وحقيقة توجد كثير من الأسئلة التي لا جواب لها من خلال قراءة أو البحث حول نظرياتهم ولكن لا وقت لكي أطرحها جميعا إن شاء الله بالتتابع لكن السؤال الكبير الذي يتبادر إلى ذهن كل إنسان لماذا المعادن صارت داخل الأرض وهي كانت متناثرة حسب قولكم وإن كامل المجموعة الشمسية عبارة عن غبار وغاز يعني إن العناصر الثقيلة كانت متناثرة في هذا الغبار وكانت كلها تدور بنفس السرعة فمن المفروض إنها تخرج إلى الخارج نتيجة الدوران وكما هو معروف ومحسوس وكلنا نعرفه من خلال مشاهداتنا اليومية فلماذا دخلت إلى باطن الأرض؟ وهذا خلاف علم الفيزياء الذي يعرفه الكل يأتيك جواب جاهز الجاذبية تقول لهم كيف يقولون لك لا نعرف هذا هو عامل الجاذبية ليوضح لكم حقيقة علمية ثابتة ومدروسة ومحسوسة عن الاحتزاز كل شيء في هذا الخلق يمتلك نوع من الاحتزاز الطبيعي الخاص به مثل بصمة اليد عينا أضرب لكم مثال جسر يمتد بين ضفتين نهر فهذا الجسر يمتلك احتزاز طبيعي خاص به فإذا تعرض هذا الجسر إلى أي احتزاز خارجي كأن يكون من هواء أو من رت العسكري سائر بحركة منتظمة يساوي احتزازه الطبيعي تحدث حالة تسمى الرنين يؤدي إلى تفكك أجزائه وانهياره يعني رت العسكر إذا يمشون بالتحركة متناسقة معه ويجون على الجسر سواء هذه المشكلة كما حدث الجسر تاكوما في أمريكا وهو يزن عشرات الآلاف من الأطنان ومبني بصورة محكمة ولقد كان يعتبر نقلة نوعية بتصميم الجسور وفي عام 1940 هبت ريح خفيفة نسبيا ومستمرة إلى أن بدأ الجسر بالاهتزاز وشيئا فشيئا زادت حدة الاهتزازات وأدى ذلك إلى أنهيار الجسر وسقوطه بالماء وبدأت الدراسات حول معرفة الأسباب لسقوطه وكانت هناك ثلاث نظريات ولكنها كلها تشترك بالاهتزاز ولكن من أهم النظريات التي اتفقوا عليها هي ظاهرة الرنين كما بيّنت لكم والتي جاءت نتيجة تعرض الجسر إلى اهتزاز من الرياح وهذا الاهتزاز يساوي اهتزازه الطبيعي لذلك حدثت ظاهرة الرنين ومن هذا الذي بيّنته لكم وشرحته فإننا عندنا أرض غير متناسقة هندسيا وغير متزنة كتلويا وتدور بسرعة وأنتم تعرفون وشاهدتم أي كتلة أو مجموعة كتل مرتبطة مع بعضها وتدور بسرعة وهي غير متوازنة تسبب اهتزازات وهذه الاهتزازات هي السبب الرئيسي بإنتاج الأصوات المزعجة كما في كثير من المكائن الميكانيكية وكلكم شاهدتوا هذا وتسمعونا وتحسونا كل يوم فإذا كانت الأرض تدور كما تقولون وأيضا القمر مرتبط بها ويدور حولها وهذا سبب آخر لعدم التناسق لأن له جاذبية حسب قولكم وله كتلة تختلف عن كتلة الأرض وكثافة تختلف عن كثافة الأرض والإثنان الأرض والقمر يقعان داخل مجموعة لها كتل غير متناسقة ولها جاذبيات مختلفة حول الشمس أيضا لها جاذبية فمن خلال ذلك أين هي المعادلات التي تصف لنا مثلا حالة التوازن أو الاهتزازات لهذه المجموعة وهل توجد أصلا معادلة أو دراسة أو بحث يصف لنا كيفية التوازن لهذه المجامع أنا أقول لكم الجواب على هذه التساؤلات لا يوجد مثل هكذا بحوث أو معادلات على الإطلاق لأنهم يعرفون بأن الأرض لا تدور وأن الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار هم اللي يدورون حول الأرض وبنظام معقد وغير معروف على الإطلاق وهذا هو الإعجاز للذي يبحث عن الإعجاز أما الصورة التي وضعوها في مخيلاتنا من فرضيات وخيالات وفضاء وغير شيء ووضعوا لها قوانين وأسباب تحكمها بدون أي سند أو دليل فهذا ليس إعجاز وإنما هو الاعتقاد الكامل بالصدفة والعشوائية المحضة ولكي يكون بديلاً للاعتقاد الإلحادي في أزلية وسرمدية الكون التي تنفي وجود الخالق بنظرية جديدة وهي نظرية الانفجار لماذا؟ لأن النصوص المقدسة النازلة من الخالق على الأنبياء عليهم السلام وخصوصاً النص القرآني المقدس أوضحت بما لا يقبل الشك وبمفاهيم واضحة عن كيفية خلق السماوات والأراضين وما بينهما وبصورة هندسية واضحة متكاملة البهاء الإلهي للصانع العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل الآية 15 وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون في سورة الأنبياء آية 31 وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون في سورة لقمان الآية 10 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أعزائي وأحباي أرجو أن تعيرون انتباهكم جيداً هذه ثلاث آيات يخبرنا الخالق بأنه سبحانه مرة ألقى في الأرض ومرة أخر أخرى جعل في الأرض رواسية لغرض منع ميدان الأرض لكن أرجو أن تنتبهوا لأن النص المقدس محكم ومتكامل لأنه صادر من الخالق العظيم الكامل الذي ليس كمثله شيء أنا أخذت هذه الآيات لكي نستدل بها على ميدان الأرض وكيف أن الرواسية هي المسؤولة عن منع هذا الميدان اتفق معظم المفسرين على أن الرواسية هي جبال لكن اتفاقهم جاء على أساس اعتباطه ولم يكن بتحليل علمي من رحم القرآن الكريم ونظامه البديع المتكامل أو من الموروث الإسلامي للأحاديث لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنهم يتعاملون مع الآيات ومفاهيم القرآن على أساس اعتباطي مثال على ذلك لو تبحثون في كتب التفسير عن هذه الآيات الثلاثة التي قلتها لكم لرأيتم بأن هذه الآيات تفسيرها واحد مع العلم أنها ثلاث آيات في ثلاث سور وفيها اختلاف كثير صحيح إن كلماتها متشابهة وللوهل الأولى يتبين بأن موضوعها المعلن هو ميدان الأرض وخلق السماء والهداية ولكن أفعالها والفاعلين فيها والمخاطبين عبارة عن ثلاث شخص وأنا الآن ليس لدي وقت لأبين لكم ذلك وإن شاء الله في حلقة أخرى لكن باختصار شديد جدا في الآية الأولى بأن المتكلم هو شخص غير الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض إلى آخر الآية وإعرابها يكون ألواو حرف عطف ألقى في علماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو سبحانه وتعالى إلى آخر الإعراب إذن المتكلم هنا ليس الله سبحانه وتعالى وإنما شخص أخبرنا بأن الله ألقى الرواسية ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الخبر في القرآن على لسان هذا الشخص في الآية الثانية أرجو الانتباه وجعلنا في الأرض وإعرابها يكون هكذا ألواو حرف عطف جعلنا في علماضي مبني على السكون لإتصاله بالناء والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهنا المتكلم ليس فردا وإنما إثنان أو أكثر وإن الله حكى في القرآن على لسان هؤلاء الشخص والجعل نسبه لهم بمعنى أنهم هم الفاعلين في الجعل طبعا أنا متأكد أن السامع لكلامي الآن فإنه لأول مرة يسمع شيء مختلف عن المعتاد وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى نسب الجعل لهذه الرواسي لغيره سبحانه وقال وجعلنا أما في الآية الثالثة ففيها مفاهيم في غاية التعقيد ولا أريد أن أدخل في تبيانها الآن لأنها تحتاج إلى وقت لغرض إعطائها حقها في التوضيح ومن هنا يجب على الشخص الذي يتعامل مع القرآن أن يكون في غاية الدقة والانتباه والبحث عن هذه الشخص الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن من هم؟ ولماذا لهم هذه القدسية؟ وكيف نسب لهم مرة الكلام عنه؟ ومرة أخرى نسب ألجعل لهم فإذا أردنا أن نفهم القرآن على حقيقته يجب علينا أن نفهم من هؤلاء وأن القرآن الكريم مملوء مثل هذه المفاهيم وبالتالي إذا حاولنا أن نفهم ونستوعب ذلك سوف نصل إلى الحقيقة التي يريد الله سبحانه وتعالى اتباعنا لها والتي تجعلنا في مقدمة الأمم بل في درجات عالية لا تستطيع ولن تستطيع أي أمة الوصول إلى درجتنا وعلونا وليس كما نحن عليه اليوم من الذل والهوان والانحطاط وذلك لأننا لم نتبع ونرضخ لهذه الحقيقة وترى المفسرين في جملة واحدة في آية ترى هم يختلفون أشد الاختلاف كما في الآية الثالثة خلق السماوات بغير عمد ترونها فقسم قال إن السماء مرفوعة بدون عمد والقسم الآخر قالوا مرفوعة بعمد ولكننا لا نستطيع أن نرى العمد فإذا كنا لا نفهم جملة في القرآن فكيف لنا أن نفهم القرآن كله فإن المفسرين ورجال الدين اختلافهم كبير في تفسير كثير من الآيات بل معظم الآيات وتراهم قسم منهم يذهب شرقا والآخر يذهب غربا في التفسير لآية واحدة ويضعون الناس في دوامة وحيرة من أمرهم وهذا هو الاعتباط بعينهم لأن القرآن كلام الله ولا يجب أن يتناقض على الإطلاق وحاشاه من التناقض وإنما التناقض جاء إليه من المفسرين لأنهم تركوا صاحب القرآن وسنته وعترته الطاهرة المسؤولة من بعده عن التفسير وسوف آتيكم بالأدلة خلال هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة لنأخذ مثال كيف فسروا كلمة ميد قالوا المفسرون في تفسير كلمة الميد بأنها الزلازل أو الاحتزازات أو الرجفة وغير ذلك من هذه الظواهر التي تحدث في الأرض وقالوا في تفسيراتهم بأن الله منع كل ذلك بالرواسي ولكن أنتم ترون بأن الأرض فيها كل هذه الحركات من زلازل وهزات ورجفان ويكاد لا يخلو يوم عن سماعنا بحدوث زلزلة هنا أو هناك أو رجفة أو احتزاز فكيف إذن منعت هذه الرواسي الميدان حسب هذه التفسير وبالتالي يفقد النص المقدس معناه أو يكون هذا النص المقدس في هذه الآيات محل شكوك من قبل المسلمين وخصوصا حين دخول العلوم المادية الحالية وانتشارها بل وأن كثير من رجال الدين أخذ يقيس القرآن الكريم على هذه العلوم والمفروض العكس هو الصحيح أن يقيس العلوم على القرآن والروايات الواردة من الموروث الإسلامي لأنه في طيات النص المقدس يكون العلم الحقيقي وليس الخيال والفرضيات والتجربة الخاطئة كما في العلوم المادية الموجودة بين أيدينا ولذلك فإن رجل الدين حينما يتبع العلوم المادية ويقول بكروية الأرض ويؤمن إيمان كامل بطيرانها في فضاء خالي وهو ليس له أي تجربة أو معرفة فيها ومن جهة أخرى المفاهيم القرآنية المشوشة لديه من خلال التفسيرات المتناقضة التي يقرأها فإنه يفقد اتزانه الإيماني القرآني أو الروائي من الموروث الإسلامي حول حقائق الخلق للأرض ومن ضمن هذه الحقائق هو أن الأرض مسطحة وممدودة ومفروشة ولها حافات وكأنها سفينة عظيمة وكبيرة جدا على الماء مخلوقة من زبد الماء وأنها دحيت من تحت الكعبة على الماء وليس في فضاء خالي من كل شيء وبالتالي تكون هذه الأرض عبارة عن سفينة عظيمة تحمل كل المخلوقات التي عليها وفوقها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وأيضا تستطيعون أن ترجعوا إلى حلقة تفسير آية الفتق والرتق وكيف فسر حفيد الرسول العظيم صلى الله عليه وآله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض من الماء ودحاها فوق الماء من تحت الكعبة وبعد ذلك خلق السماء أيضا من الماء وكما جاء في التفسير الكبير للطبراني الجزء الرابع صفحة 182 في تفسير هذه الآية وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم قال ابن عباس إن الأرض بسطت على وجه الماء فكانت تميد بأهلها كما تميد السفينة فأرساها الله بالجبال الثقال ألحظتم؟ كما تميد السفينة وإن تفسير ابن عباس وتعبيره ووصفه للأرض بالسفينة وقوله فأرساها بالجبال الثقال وإن وصف ابن عباس واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار وغير قابل إلى أي تأويل وتستطيعون أن تتخيلوا كلام ابن عباس في حياتنا هذه أن السفينة العظيمة حين إملائها بالأثقال وركودها على الماء فإن الراكب فيها لا يحس بميلانها يمنى أو يسرى وهذه هي الحقيقة ومن هنا حين فهم النص القرآني بصورة صحيحة ومن خلال المورث الإسلامي والإيمان به كعلم له الحجية الكاملة على كل العلوم الأخرى وإخضاع كل العلوم إلى العلم الحقيقي في القرآن في حين ذاك سوف يتبين لنا الحق ولا نخاف أن نقول بأن هذا هو الحق وغيره هو الباطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر